وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتة خلال العام القادم وذلك نظرا لأهميتها وكونها شريانا للتنمية وتخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض جهود تطوير منظومة السكاك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها لسيما الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالخط الأول لشبكة القطارات الكهربائية السريعة والذي يمتد بطول ستمائة وستين كيلومتر وتعمل في إنشائه مائة وخمسون شركة بحجم عمالة يصل لنأحوي مائة ألف عامل في مختلف التخصصات كما استعرض الاجتماع مستجدات التعاون مع المجموعة الألمانية دويتشيبان لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه ثلاثة حيث من المنتظر أن تنشأ شركة وطنية تحت اسم دويتشيبان مصر الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكاك الحديدية وفقا لأعلى المواصفات العالمية وكذلك الموقف الإنشائي لعدد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية كما تم عرض عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء الماكس الأوسط بما فيها ساحات البضائع والحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية